سجلت الإبل شوامة ملك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب سجلت اسمها في لائحة الشرف بفوزها بالمركز الأول في مهرجان الظفرة الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وسط مشاركة واسعة ومنافسة قوية وبهذه المناسبة أعرى باسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن بالغ سعادته بالحصول على المركز الأول في تأكيد على مكانة الإبل في المشاركات الخارجية في ظل الدعم اللامحدود والرعاية الفائقة التي تحظى بها رياضات الموروث الشعبي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه حيث يحرص جلالته دائما على إحياء التراث البحريني الأصيل ودعم المبادرة الرامية للمحافظة عليه واستمراريته خاصة وأن الإبل تمثل جانبا مهما من تراث البحرين المجيد وكان الأجداد يبدون كل الاهتمام والرعاية بها وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن هذه الرعاية ساهمت بتحقيق العديد من الإنجازات للمملكة في المشاركات الخارجية وجعل علم مملكة البحرين خفاقا دائما في مختلف المشاركات بعد الحصول على مراكز مميزة في المشاركات كان آخرها المركز الأول في شوطين ضمن مهرجان الملك عبد العزيز لسباقات الإبل الذي أقيم في المملكة العربية السعودية وقال سموه بأن مهرجان الظفرة حظي برعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وهو ما ساهم بتحقيق كامل النجاح للمهرجان الذي استقطب ملاك مزاين الإبل للتنافس الشريف والقوي على المراكز الأولى مشيدا سموه بدور دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في إبراز دور الرياضات التراثية العريقة وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الحصول على المركز الأول دافع كبير لمواصلة تحقيق الإنجازات لمملكة البحرين في المشاركات القادمة ترجمة نانسي قنقر